طيب أنا هزول لحلولكم حاجة اللي في إداية دول دول مش مش إعداد البرنامج دول عناوين أستاذ بلال إدهم لي وداخل أستاذ هواري إدهم لي وداخل عشان نتكلم على تفاصيلهم فاش فيهم شوية عناوين حلوة أوي فدي مش أسئلتي دي عناوين الأسدزة بلال السيسي وأحمد الهواري فهبدأ مباشرة بعنوان أول لبلال السيسي إيه حكاية منصب أمير توفيق الجديد في الأهلي يمكن كلنا عارفين إن أمير توفيق هو مدير تعقضات النادي الأهلي لكن في الفترة الجاية يبقى هو المدير التنفيذ الشركة القرى النادي الأهلي كان فيه اتجاه كبير جدا خلال الأيام القليلة المجبلة دي هيتم الإعلان عن القرار ده وقت إن أمير توفيق هيتولى الرئاسة التنفيذية لشركة القرى في النادي الأهلي مع تعديل ردبه هيترفع من 75.150.000 جنيه وكمان الشركة القرى يبقى فيها بعض الإضافات يمكن ناجل كابتن أو منص عدل القياه سيتولى منصب داخل شركة القرى خلال الأيام القليلة المجبلة كلنا عارفين إن كابتن أو مهندس عدل القياه هو رئيس شركة القرى داخل النادي الأهلي يمكن هو ده المنصب الجديد اللي يبقى الأمير اللي هيتضاف عليه مع بعض التعديلات الإدارية داخل هل ممكن يسيب لجنة تعقضات؟ لا هيبقى باللتنين مع بعض مديرت مش هيسيب لجنة تعقضات عظيم جدا يتم تعديل الراتم من 75.150.000 ربنا يكرم ما بقفش عندي كتير ربنا يكرمه وربنا يزيده إن شاء الله